إلى الشأنية المالية أعلنت المديرية العمالي الضرائب عن تمديد أجال التزامات التصريح ودفع الضرائب لشهر جنفي إلى غيتي السابع والعشرين من الشهر الجاري حيث جاء في بيان المديرية تنهي الإدارة الجبائية العلمي المكلفين بالضريبة الذين لم يتمكنوا من القيام بالتزاماتهم الجبائية المتعلقة بالتصريح والدفع والتي حان أجل استحقاقها بتاريخ العشرين من جنفي الجاري نظرا لشروط احترام القواعد الصحية لتباعد قصد الوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا وتقرر بصفة استثنائية تمديد هذا الأجل لغاية يوم الخميس السابع والعشرين من شهر جنفي القادم من جهة أخرى كشفت المديرية العمالي الضرائب في بيان لها عن الواجبات الضريبية المطبقة على أصحاب المهن غير التجارية في إطار النظام الجديد الذي سيخضعون له اعتبارا من الأول من جنفي الجاري وفي هذا السياق أكد البيان أن أصحاب الأرباح الناتجة عن ممارسة مهنة غير تجارية سيخضعون للنظام المبسط للمهن غير التجارية وذلك بغض النظر عن مقدار دخلهم في المقابل سيتم استثنائهم من نظام الضريبة الجزائية الوحيدة وجاء في البيان أنه يتوجب على أصحاب المهن غير التجارية القيام باكتتاب شهري عن طرق جدول إشعار بالدفع في أجل نقصه عشرين من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت خلاله الإرادات المهنية